تخفيف الأعباء يبقى أكيد فيه إعفاءات كلمني بقى عن الإعفاءات في التعديل الجديد طبعاً في البداية طبعاً بشكر حضرتك على الاستضافة وبشكر أسرة البرنامج وبيمسى عند السادة المشاهدين والمستمعين وبينخص بالذكر التحية لشركاء الوطن طبعاً ألا وهم مستثمرين سواء كمستثمر مقيم أو غير مقيم مستثمر مقيم طبعاً اللي هو شخص طبيعي المصري أو الشخص الاعتباري من المساهمين من المصريين أو من الشركاء المتضامنين وبالنسبة لغير مقيم يقعد برضو شخص طبيعي أو شخص اعتباري من خلال منشأة دائمة بنقول طبعاً زي ما حالك بتقول أن طبعاً التوجيهات أو التعديلات اللي حصرت دي نتجت عن توجيهات رئاسية لمعالي وزير مالية وبالتالي تم عمل دراسة المشكلات النتيجة عن تطبيق أحكام القانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 صادر في 8-9-2016 لأن طبعاً حضرك لما تعب التعديل أو في مشكلة لا تظهر إلا من خلال الناحية التنفيذية أو الناحية التطبيقية المبارسة فالقانون زي ما حضرك تعلم أنها مادة صماء مادة تشريعية بتاعك على موقف ولكن في التنفيذ بيختلف هذا الموقف وبالتالي التجارب بتقول أن الخبرة لا تأتي إلا من الموقف كان هناك ديزي ما حضرك أشارت التوجيهات بدراسة المشاكل ما هل هناك ما يعوق الصناعة هل هناك ما يكون هناك للمواطن حمل في التكاليف التي يتكبدها نتيجة ألاجه أو نتيجة نفقاته على الناحية الغذائية أو نحية الاستهلاكية نعم هناك ذلك كان هناك ضريبة تفرض على بعض السلع والخدمات تم إعفاء هذه السلع والخدمات زي زي بنقول أن إحنا عندنا الحبوب اللي هي الخاصة بالغذاء دي كلها معفية منتجات الأرض الزراعية كافة معفاة الإنتاج الحيواني معفاة ودي كلها طب إيه اللي موابع فيها إيه اللي بيزود التكلفة المركزات والأعلاف وبالتالي كان أول بعض التعديلات اللي وردت في إحكام هذا القانون إن يتم إعفاء الأعلاف والمركزات طيب إيه تاني قال والله إذا النهاردة بعض السلع بيتم تعبتها في عبوات ما تسمى باللفظ العام سلزمات التعباء والتغليف بالتالي منها الكارتون كان هناك مادة تسمى مادة البيجاس بيتم استخدامها في صناعة الورق وبالتالي تم عفاء زين مادة من ضريبة القيمة مضافة